قرارات الحكم من كنان النهاردة أول مرة شوف الحكم مهزوز معنى الحكم بقى من الحكام الكويسين جدا ومعروف عنه وانه هو حكم ممتاز وكان مشرفنا في كاس العالم الماتش النهاردة لأ هو فيه قرارات عكسية فيه استعجال في القرارات في حاجات معينة انت حسيت بايه قرارات كان عكسي النهاردة؟ يعني مثلا طرد بتاع خالد عبد الفتاح مثلا في كورة بتاعت اللي هي ضربة الجزاء يعني فيه قرارات كده انت كلعيف في الملعب يا كريم بتضيقك بتخنقك يعني اللعيف بتخنق الحكم اه طبعا مش اصل ان هو يغلط وكل حاجة لكن انت في الملعب قرارات الحكم بتخليك انت بس مثلا في ضربة الجزاء هو نفسه محسبهاش محمد هيني محسبهاش الفار اللي رجعه وقال له تعالى في ضربة جزاء محمد الكورة بتاعت الطرد هو اصلا كان حسابها ضربة جزاء والفار بعد كده رجعه وقال له هي من بره وتستحق طرد فهو في كل احوال هو اصلا قراراته ما كانتش هي دي ده قرارات الفار يعني هو الفار اللي رجعه تمام بس هو يعني فيه حاجات في يعني يعني البنالت اللي ليك استنى وراح حاسب يعني ما حاسبش على طول ففيه حاجات كده من الحكم بتحصل في الماتش بتخليك انت كلعيب بتتخينق بيخنقك 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 بيخرج بره التركيز فأنا شايف انه هو يعني لعابة النادل قالي الطموح قال بعد هزيمة ريال مادريد كان عندك امل ان كانت تتوصل للفاينال حتت برضو يا كريم ان كانت مش موفق دي بتبقى رخمة جدا للعيب في الملعب ان كانت النهاردة ماتش الى مادريد بيجي فيه جول التاني بتقدر تجيب كرة بتقدر تتعدل بكرة أفشة عدم توفيق كرة شريف استعجال اشتركوا في القناة